بتقابل المرشح يعني كم مرة بتقابله يعني أنت حضرتك بتخرج على البرامج بتعمل مؤتمرات صحفية بتروح تعمل جوالات هنا مهم أن المرشح يكون يعني بتسمع أفكاره أنت في النهاية بتطرح أفكاره بتقعد معاك ده ايه بتقابله وده ايه بتتناقشه ازاي يعني ايه شكل النقاش يعني هو أنا لن أفسح عن هذه المعلومات لكن كل اللي قادر أكده حضرتك أن أنا قابلت سيادة الرئيس أكتر من مرة والأطر العامة لإدارة الحملة الانتخابية موجودة أي حاجة إحنا بنحتاج فيها استفسار إحنا بنرجع لسيادته فورا لكن يجب أن نقدر أن سيادته رئيس جمهورية في المنصب والحقيقة أن الظرف الإقليمي يعني الحقيقة يعني حضرتك شفتي مثلا من يوم 7 أكتوبر أن السيد الرئيس انخرط في نشاط سياسي وديبلوماسي مكسف يعني لمدة أسبوعين أو ثلاثة متواصلين كل يوم يا إما كان سيادته بيستقبل ناس إما كان بيعمل اتصالات إما كان مسافر برة من أجل القضية الفلسطينية كل ده بيبقى يعني أرجو أن حضرتك تحطيه في المشهد لكن أنا قابلت سيادته أكتر من مرة ونطلقى توجيهاته باستمرار ونعمل على تنفيذها تنفيذ الأمين الصادق مين الحملة بقى؟ أنتوا مين؟ مين فريق الاستشاري؟ مين اللي حط الرؤية؟ يعني هنكلم بلوقتي عن الرؤية مين الوضع الرؤية؟ أولا مين الحملة؟ وهل هما متطوعين الأول؟ وبعدين نتكلم عن الرؤية؟ الحقيقة الحملة يعني أتشرف يعني أنا نلت يعني ثقة سيادة الرئيس برئاسة الحملة عندنا إدارة تنفيذية في الحملة وعندنا مكتب فني مكون من مجموعة من الشباب الحقيقة الشباب دول يعني أنا بحب أشتغل معهم واشتغلوا معي في الحوار الوطني شباب مصري وعد متفاني كلنا من المتطوعين إحنا عندنا حملة رئيسية الحملة الرئيسية دي لها حيئة مكتب حيئة المكتب دي مكونة من عدد من الجهات الداعمة منها كيانات شبابية منها يعني من كل الاتجاهات السياسية الحملة الرئيسية دي لها ريبليكا في المحافظات في كل محافظة يوجد حملة فرعية تعكس التشكيل والتنوع بتاع الحملة الرئيسية والحقيقة إن إحنا ممفتحين على كل الناس وكل الجهات كل من يعمل في الحملة من المتطوعين عددكو تقريبا دي عدد كل اللي بشتغل مكتب الفني تقريبا سبعين هيئة المكتب يعني ستة سبعة عددنا مش كبير يعني أنا بتكلم على الرئيسية طبعا غير الفرعيات بس المسيطر على المشهد كله إن إحنا كلنا من المتطوعين المحبين لمرشحنا والمقتنعين به وبالتالي إحنا بنشتغل في حملته بكل سرور سروريا